بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله صلاة دائمة بدوام ملك الله أيها المشاهدون الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته إذا أراد الله بعبد خير وفقه للحلال فأثمر البركة في الأموال والبركة في الأولاد والبركة في الشؤون والأحوال قال ربنا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض والسبب في الكسب الحلال وزيادة الأرزاق أن الله عز وجل يفتح من عنده تبارك وتعالى لقد وجه الله عز وجل نداءه لعباده المؤمنين بتحر الحلال قال ربنا يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا أي حال كونه حلالا اكتسبه الإنسان بالحلال أخرجه الإنسان بالحلال لا شبهة فيه بالحرام حلالا طيبا ومستطابا أي لا يضر بالعقول ولا يضر بالأبدان ولا تتبع خطوات الشيطان لماذا؟ لأن الشيطان يبعد الإنسان عن الحلال ويزين له الحرام فحزرنا ربنا تبارك وتعالى من أن نسير على خطاه وأن نتحر الحلال في مأكلنا وفي مشربنا وفي ملبسنا وحسبنا في ذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم قدوتنا وأسوتنا الذي كان أسوة في الحلال وكان قدوة في الحلال صلى الله عليه وسلم يقول إني لأدخل بيتي فأجد التمرة ملقاة على الأرض أو ملقاة على فراشي قال ولا أدري أمن تمر الصدقة أم من تمر بيتي قال فأدعها مقام حرص وامتنان من رسولنا صلى الله عليه وسلم يدع تمرة لا يأكلها لأنه لا يدري أمن تمر الصدقة أم من تمر بيته هكذا يعلمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أن يتورع الإنسان وأن يبحث عن الحلال وسيجده لأن الله عز وجل بيّن بأن الإنسان إذا سعى فالله عز وجل يفتح له الأرزاق قال ربنا هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يؤكد لنا كيف يحرص الإنسان على الحلال وكيف يبتعد الإنسان عن الحرام فيقول سيدنا عمر لأن أموت على شعبتي راحلتي وأنا أبتغي من فضل الله أحب إلي من أن أموت على فراشي أو أن أسأل الناس قال أحد السلف وهو يعلق على قول سيدنا عمر إن هذا له عدة فوائد الأول أن الإنسان إذا بحث عن الحلال فإنه أولا يطعم نفسه وولده بالحلال ثانيا يستغني عما في أيدي الناس ثالثا يفعل الخيرا بماذا؟ بما اكتسبه فإنه يقدم صدقه يقدم مالا يقدم عونا لأحد يقدم مساعدة لأحد والطريق إلى ذلك إنما جاء بالكسب الحلال رسولنا صلى الله عليه وسلم يعلمنا بأن الإنسان دائما يحرص على الحلال ويبتعد عن الحرام لأن الحرام لا فائدة فيه إن نفع في الدنيا فإنه يضر في الآخرة وستحاسب عليه بين يدي ربك تبارك وتعالى قال الله عز وجل وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله الكسب الحلال إنما يجعل الإنسان في الدنيا مطمئنا ولو رزقه قليل لكنه حلال يجعل الإنسان راضيا بعطاء الله يجعل الإنسان راضيا بقسم الله لأن الذي قسم الأرزاق إنما هو الله تبارك وتعالى الذي قسم الأرزاق على خلقه الله تبارك وتعالى قال تعالى أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم عيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون أسأل الله أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحبه ويرضاه وأن يرزقنا الحلال الطيب وأن يبارك لنا فيه هذا وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته